من جهة أخرى شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على حق الولايات المتحدة بالتصرف دفاعا عن النفس ضد أي مجموعات تشن هجمات على الأميركيين وأن الهجمات يجب أن تتوقف في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني وقال أوستن إن الكتائب والنجباء المصنفين على لوائح الإرهاب والمدعومتين من إيران مسؤولتان عن معظم الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف وأكد الوزير الأميركي أن واشنطن تحتفظ بحق الرد الحاسم ضد تلك المجموعات مبينا أن الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران تقوض سيادة العراق واستقراره وتهدد سلامة المدنيين العراقيين وتعرقل الحملة لهزيمة داعش وأن هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا كما تطرق الاتصال إلى التزام الحكومة العراقية بحماية الدبلوماسيين والعاملين في إطار التحالف ومنشآته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر